موسيقى 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 للمقاولين العرب وفيه تدعمات في الفترة القادمة عشان المقاولين العرب ينافس على البطولات من الموسم القادم إن شاء الله برضو بشكر طلاق الجيش ومشكر كل الفرقة بصراحة في الدورة المصر اكتهدوا هنا بس المركز السادس طبعا هو المقاولين مش الإسماعيلي إن الإسماعيلي نفس رصيد المقاولين لكن مواجهات اللي مبشر لصالح المقاولين فالمقاولين في المركز السادس زي ما أنتوا شايفين الزمالك الأول 80 نقطة الزمالك عنده ماتش يوم الأربع مع النصر كان الزمالك عايز يأجلوا 24 ساعة عشان يعني رحلة صفر طويلة من جنوب أفراقيا إلى القاهرة ولكن اتحاد الكورة رفض والزمالك عنده مشكلة في ماتش النصر كمان نعنده حوالي 19 لعبين عندهم إنذارات تانية إنذار التاني فخايفين ياخدوا الإنذار التالت عشان الماتش اللي بعديه هيبقى ماتش الأهلي فاعتقد مستر فريرة يعني هيقعد ناس كتير من اللعبة الأساسية في نادي الزمالك في مباراة النصر القادمة الأهلي في المركز التاني 74 نقطة الظروف بكات صعبة شوية برح والدنيا حرف مالي لكن قدر نادي الأهلي يرجع بنقطة التعادل أمبي خلاص يعني ناقس له مباراة وحيدة مع النادي الأهلي يعني مش هتأثر كتير في الترتيب يعني هتخلي برضو الأمبي في نفس الترتيب لكن المباراة دي هتكون يوم 4-8 إن شاء الله ما بين الأهلي وإمبي المباراة الأخيرة النادي إمبي في بطولة الدوري مصر المقصة في المركز الرابع 64 نقطة وخلص مطشاطه ودي دي جل ناقس له مباراة مؤجلة مع الزمالك هتتلاعب يوم 3-8 إن شاء الله برضو المباراة مش مؤسرة هي ممكن تكون مؤسرة للزمالك لكن ساعتها هيبقى الدوري تحسم أو الزمالك خلاص هيبقى قرب من بطولة الدوري لسه خلي بالكو الزمالك لازم يكسب النصر ولازم يعمل نتيجة إجابية مع الأهلي يتعادل يكسب يبقى كده حسم بطولة الدوري ودي دي جل ناقس له مباراة برضو زي ما قلت لكم مع الزمالك 56 نقطة لكن هو حسم خلاص المركز الخامس المقاولين في المركز السادس 55 نقطة المواجهات المباشرة لصالح المقاولين على حساب الإسماعيل الإسماعيلي في المركز السابع 55 نقطة الحرس يعني برضو أداء رائع في الدوري الثاني كابتان عبدالحميد بسيوني بصراحة وفريق الحرس الحدود بأقل الإمكانات قدر يوصل للمركز الثامن 52 نقطة لو رجعنا شهرين ثلاثة الوراء كده كان حرس الحدود من أقرب الفرق الهبوط لقسم الثاني لكن يعني شابوه بصراحة الكابتان عبدالحميد بسيوني وكابتان سامي أمصان الجهاز الفني لنادي الحرس على المجهود الكبير اللي عملوه في الفترة لفتن الحرس من أكثر الفرق في الدوري الثاني مجمع نقاط وكان آخر مباراة لحرس الحدود فوز على نادي الإسماعيلي 2-0 في استاد برج العرب فالحرس في المركز الثامن بقول مبروخ لكابتان عبدالحميد بسيوني على الأداء والمجهود والشغل الكبير اللي عمله خصوصا في الشوت في الدوري الثاني طلاق الجيش في المركز التاسع 52 نقطة ولسه لي مبروخ مع الزمالك برضو بشكر كل الفرق أن كل الفرق اجتهدت السنة دي في ظروف صعبة في قلة إمكانيات شوية نحن طالعين برضو طبعا من يعني عدم سبات أو استقرار سياسي أثر شوية على الفلوس اللي بتخش الأندية طلاق الجيش من الأندية المميزة كابتان طلعت يوسف وكابتان محمد إبراهيم وكابتان هاني أحمد والجهاز الفني كابتان ممدوح عبدالحي وكل التقم الفني نادي سموحة وصل للنقطة 50 وعنده مبرى مؤجلة مع النادي الأهلي هلعب يوم 29 سبعة إن شاء الله برضو كل الشكر الكابتان حلمي طولان اللي عمل مجهود كبير جدا 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 مع نادي سموحة وانتشله من الفرق المؤخرة كان يعني فترة صعبة جدا وبعدين تولك كابتان ميمي عبدالرازق وبيعمل نتائج إجابية مع اسموحة في بطولة أفريق لكن بلح خسارة 2-0 خسارة طبيعية برضو هتكلم عليها خسارة طبيعية بالنسبة للنادي سموحة يعني بيلعب مع فريق عنده خبرات كبيرة وفي السودان وأمام جماهير سموحة لسه يعني في بداية مشواره الأفريقي أول سنة أفريقية لكن إن شاء الله يعوضوا في المتشاط القادمة طبعا مع دار الشانسة دور المهندس فرج عامر طبعا رئيس النادي ومجلس الإدارة في إنهم يخلوا سموحة فريق كبير في مصره من فرق المميزة جدا والسنة اللي فاتت كانوا بنفسه على الدوري والكاس المصري في ظروف صعبة بيبقى في الدوري المصري وده كان الهدف الرئيسي للنادي المصري في الفترة الأخيرة وكابتن مختار مختار عرفنا أنه هو خلاص راحل عن النادي المصري ويعني عندي معلومة كده أن الكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن يعني قريبين جدا من تدريب النادي المصري في الفترة القادمة أو في الموسم القادم نفس القصة بالنادي الإسماعيلي كابتن طرق يحي خلاص راحل عن فريق النادي الإسماعيلي بعد مباراة الحرس بالنسبة للدخلية برضو إنجاز إنهم بقوا في الدوري إن كان ظروفهم صعبة جدا لكن لحقوا نفسهم في المنشآت الأخيرة وآخر مباراة كانت فوز على دمانهور 3-0 وحسان باولو هدف الدوري برصيد 21 هدف يعني برضو إنجاز كبير للكابتن علي عبدالعال في الظل الإمكانات الأوليلة بيتروجيت بقى من الفرقة الغريبة كان بادئ الموسم وحش قوي مع الكابت المختار وبعدين كابتن رمضان مسك عمل طفرة كبيرة جدا وكان بينافس على المركز الرابع ولكن في آخر 7-8 مطشات في الدوري الأداء والنتائج تراجعت بشكل كبير جدا لغاية ما وصل لمرحلة إنه ممكن كان لو اتغلب في مطشة شرطة وجونة عمل نتيجة أجابية كان ممكن بيتروجيت ينزل ولكن يعني نقدر نقول برضو إن بيتروجيت بعد ما كان بيطمع في مركز متقدم بقى في الدوري وهو الدوري كده السنة دي عشرين فريق فيعني نقدر نقول برضو برافو كابتن رمضان السيد حصل بعض النتائج السلبية في نهاية الدوري ولكن أدى بشكل رائع وانتشى لفريق بيتروجيت من المركز قبل الأخير في بداية الدوري للتحاد السكندري كابتن حسام حسن برضو حقق الهدف وبقى رغم إنه هو ما خدش مركز متقدم لكن الظروف برضو كان صعبة لازم برضو نقول الحقيقة ونقول الواقع الظروف صعبة كان لكابتن حسام وكابتن إبراهيم والجهاز الفني للتحاد السكندري ما عندوش لعيبة يعني ما احترامي اللعبة للاتحاد كابتن حسام طلع لعيبة كتير جدا 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 من قطاع النشئين وكل اللعيبة أو معظم اللعيبة اللي موجودة في نادي الاتحاد السكندري هنلاقيهم لعيبة طلعين من قطاع النشئين كابتن حسام حسن بيديهم الفرصة أو لعيبة معارة يعني لعيبة جاية إعارات من أندية أخرى زي عمر متحة وردة زي محمود خالد شيكا لعب نادي الزمالك كل اللعيبة دي إعارات حتى اللعيبة الأجانب مشوا كان فيه مشاكل في المستحقات المالية فمشوا روبرت أكوروي بوغانمي اللعب التونسي يعني ما كملوش لكن بقول الكابتن حسام قد بشكل رائع جدا مع الاتحاد السكندري ممكن الفينش ما كانش كويس أو آخر لقاءات في الدوري ما كانتش كويسة كنتيج ولكن قدم جيل جديد لنادي الاتحاد السكندري نشكره على المجهود الكبير ومشكر كل المدربين بصراحة كلهم اجتهدوا السنة دي كابتن حسام اجتهد مع فرقته جهاز الفني كابتن براهيم حسن وكابتن طارق سليمان وكابتن حسن مصطفى وكابتن محمد فتحي مدير إداري وكابتن وليد بدر طبعا مدير إداري وكابتن عماد المندوه مدرب حراس مرمى فبنشكرهم شكر كبير جدا جدا واجتهدوا كل اجتهد السنة دي وكل لاعب في ظروف صعبة لكن من السنة الجاية بقى نقدر نحاسبهم قيم نقول ايه بقى المدربين حيبدأوا يعملوا فرق ويختاروا هما اللعيبة لكن طبعا حنشوف بقى في انتقالات كبيرة جدا هتكون ما بين المدربين في أندية الدوري المصر اتحاد الشرطة كابتن خالد الأماش راجل اتخذ منه السنة اللي فاتت 17 لعيب مشه من اتحاد الشرطة عمل فرقة جديدة قدم أسماء جديدة السنة دي ماسيوني وخالد الغندور ونانا بوكو وريكو ورابو واحمد كمال واحمد عادل ولعيبة كتير جدا مش عايز انسى حد في اتحاد الشرطة طلع لعيبة مميزة وعمل فرقة بعد ما فرقته كلها مشي دي السنة اللي فاتت اللي راح الأهلي واللي راح الزمالك واللي راح مش عارف ام بي ولل راح ولل راح ولل راح لكن عمل موسم كويس وبرضه يعني أنا شايف أن الهدف أنه يبقى في الدوري هو ده الهدف الرئيسي الجونة رغم أن كان عنده لعيبة كويسة قوي يعني الجونة دلوقتي نزل درجة تانية أو نزل قسم تاني وكل لعبت الجونة مطلوبة في الأندية يعني هتلاقي عندك لعيبة مميزة زي شريف أشرف زي محمود سيد زي إسلام محارب زي علي عيد زي صامو الأوكران زي سعد حسني زي عمر طارق اللي راح ريال بيتيس في الدوري الأسباني لعيبة كويسة قوي ولعيبة كتير جدا مميزة وكلهم دلوقتي وفيه لعب اسمه وعمر طارق برضو لعب كويس قوي مش عايزة أنسى حد عمر السعيد لعيبة كتير كويسين جدا في نادي الجونة لكن كان الأداء مش على مستوى اللعيبة المميزة يعني مش عايزة حمل برضو تسوبل والجهاز الفني كابتن ماجد طلبة ولكن الجونة تظلم في حاجة السنة دي أن الجونة في الدور الأول في الدوري كان ملعبه وحش قوي كان ملعبه بايز بسبب طبعا أن السنة اللي فاتت الجونة مرضيش يصلح الملعب عشان كان فيه ماتشاط للأهل والزمالك والمنتخب على ملعب الجونة فكان كل الماتشاط اللي بتتلعب في استاد الجونة كان الجونة بيخسرها الجونة معظم ماتشاطه اللي كسبها كانت خارج ملعبه وكان بيعامل نتائج غريبة وبيكسب خارج ملعبه بنتائج رائعة وبيكسب فرقة كبيرة فالجونة اتظلم شوية في الملعب ونقول له هارد لك السنة دي طبعا نزلت وتتمنى أن الجونة ما ينزلش أن الجونة برضو حتة غالية من أرض مصر من غردقة أنا كنت عايز الرجاء يستنى وعايز الجونة يستنوا يعني عايز يبقى الدوري متوزع عندنا فرقة في الجونة في الدوري المصري أو في البحر الأحمر عندنا فرقة من مطروح اللي هي الرجاء في الدوري المصري في الدوري الممتاز زعلان أنا زعلان أن فيه فرق نزلت شعبية وفرق مميزة ويعني الدوري السنة اللي جاي بقى فيه خمس فرق محترامي كلهم طبعا فوق دماغي وكل حاجة بس لما يكون فيه دوري فيه خمس فرق جيش وحرص حدود واتحاد شرطة ودخلية وإنتاج حربي صعد كتير أو المؤسسات العسكرية والشرطية في بطولة الدوري أنا شايف أن الرقم كبير يبقى عندي خمس فرق في الدوري بالعكس أنا عايز فرقة تمثل الجيش يعني أو الأندية العسكرية الحرص وطلاع الجيش برضو فرقتين كبار مقدارش أقل منهم عايز فرقة تمثلت الشرطة يا اتحاد الشرطة يا الدخلية لكن هو ده اللي حصل ودي كورة الفرقة دي اكتهدت الرجاء بقولهم برضو هارد لاك عملوا ماتشات كبيرة جدا وأخيرهم كمان ماتش المصري اتنين اتنين في استالي اسمعالية لكن خسروا نقاط كتير في نهاية الدور الأول وبداية الدور الثاني لحقوا نفسهم في آخر 7-8 ماتشات بقوا يجيبوا نتائج إيجابية ونقاط لكن ملحقوش يعودوا في الدوري الماتشات كان محتاجين نقاط أكتر من كده انهم خسروا نقاط كتير جدا في بداية الدوري طبعا الناصر برضو خد فترة في الدوري الممتاز كان في الأول بيخسر بسهولة خد فترة لغاية ما كابتن سايد عيده ولعبته اتعوده على الدوري الممتاز وفنشه بشكل رائع جدا لولا الموقف اللي هو الانسحاب أمام المقاولين الماتش ده يعني الموقف ده ما كانش عاجبني وما كانش عاجب ناس كتير جدا كنا في فترة محتاجين ان كنا نتكاتب في كرة القدم او في الدوري المصري عشان النشاط يستمر لكن قدوا بشكل رائع بشكرهم برضو كابتن سايد عيد بشكر فريق الأسيوتي فريق ده منهور كل واحد لعب حسب امكانياته وهو ده الدوري المصري وهي دي الكرة ولازم فرق تنزل وفرق طبقة الدوري السنة الجاية 18 فرقة وحينزل بس 3 فرقة السنة من الموسم القادم 18 فرقة يعني او 18 فريق في الدوري المصري الممتاز ده رقم عادل رقم جيد يعني بالنسبة للدوري المصري 16 فرقة يبقى قليل جدا ف18 فرقة كويس السنة اللي جاية حينزل 3 فرقة ويصعد 3 فرقة ويستمر الدوري المصري 18 فرقة النتائج في الأسبوع الأخير طبعا